بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين طاهرين الرحب بكم اليوم والجولة الخامسة من جولات مبارهنة رول والقيمة المتوسطة والجولة الثالثة تحديدا في هذا موضوع السادس لأن الجولة الأولى والثانية كانت خاصة بمراجعة مادة الخامس من باب الاستمرارية وقابلية الاشتقاق طبعا اليوم سؤال الامتحان كان بتحية موجهة إلى دولة قطر الشقيقة نتيجة التنظيم الرائع والرائع جدا لبطولة كأس العالم ورغم خروجها اليوم وعدم صعودها إلى دورة الست عشر ولكن ذكرى التنظيم المميز لهذه البطولة سيكون عالق في أذهان الجميع أكيد كل ما رح تذكر عام 2022 سوف يذكر التنظيم قبل ما يذكر الفائز في هذه البطولة إذن تحية إلى كل المنظمين في دولة قطر وسؤال الامتحان إذا كانت الأفوف أكس تساوي أكس تكعيب ناقص أربعة أكس تربيع وكانت الأف مجالها كي اثنيا ومجالها المقابل هو آر وهذا ليسولفناه بالدرس الماضي يعني ممكن يقول لي بالفترة الفلانية بالفترة كي اثنيا ومرة يذكر لي هذا الرمز إذن هذا قلنا يمثل مجال وهذا يمثل مجال مقابل السؤال هو مستنبط من سؤال الكتاب وسؤال الكتاب كانت الفترة هي صفر بي إذن هنا المجهول سويته معلوم والمعلوم سويته مجهول ويريد مني إيجاد قيمة الكي إذن رح نحاول أن نشرح تفصيل حل هذا السؤال ومنه رح يشاركنا في هذا الحل نبدأ بمريم قاسمة فاضلي نعم أستاذ بما أن الدالة تحقق مبارنة القيمة المتوسطة فإنها مستمرة وقابلة للإشتقاء سؤالك على الاستمرارية قابل الاشتقاء لو ما سؤالك دعم مو إلا يعني ماكو داعي لأنهن أخذنا ملاحظة إذا كانت الدالة هو يقول لي تحقق رول أو تحقق القيمة المتوسطة فلا حاجة إلى ذكر شرطي الاستمرارية وقابلية الاشتقاء إذن مباشرة بما أن الدالة تحقق مبارنة القيمة المتوسطة مباشرة رح يحجي هذه الكليشة توجد قيمة واحدة على الأقل سي تنتمي إلى الفترة المفتوحة أي بي يحقق ميل المماس يساوي ميل الوتار زيان هسا هنا وراء هاي العملية ش رح أسوي رح أطلع ميل المماس يعني رح أشتقل دالة شنو المستقاء نعم أف برايم للأكس يساوي 3x تربيع ناقص 8x إذن هنا المشتقاء أف برايم للأكس هو 3x تربيع ناقص 8x وبعدي أعوض كل أكس بسي فأف برايم بسي يساوي 3c تربيع ناقص 8c زيان أسمي هذا ميل المماس لو عندي بعض إجراء بعد لازم أعوض قيمة السي أم مكان السي رح أعوض 2x3 شقد طلع الجواب عندك نعم آخر شي سالب أربعة إذن معناها رح أقول أف برايم للأف برايم للأف برايم للأف برايم رح أجي أعوض أم مكان السي 2x3 رح يصير 3x4x9 ناقص 8x2x3 أبسط طلع الجواب سالب أربعة هذا سميته ميل المماث زيان شكرا إليج احسبنا هنا ميل المماث وأريد أحسب ميل الوتر علي حيدر شو تقول استاذ أوش نعرف ميل الوتر ما خلال القاعدة القنون دوسط أفل P ناقص أفل A على P ناقص من هو الB ومن هو الأي الB اللي هو الاثنين والأي اللي هو الكي الكي إذن معناها رح يصير أفل الثنين ناقص أفل الكي على ثنين ناقص كي أكيد أبد ما ننسى بأن التعويض يكون بالمعادلة الأصلية وليست بالمشتقة إذن هنا أفل الثنين أروح للمعادلة الأصلية أعوض مكان الأكس ثنين وأفل الكي أروح للمعادلة الأصلية أعوض مكان الأكس كي إذن أبد ما أنسى بأن هذا الثمانية ناقص 16 هذا السالب الثمانية وهذا السالب لازم ينظره بمرة بالأول ومرة بالتاني زين هنا علي صار عندي ميل وتر وصار عندي ميل المماس وراها ش راح أسوي يساوي ميل المماس بميل الوتر اذا راح أساوي ميل المماس وميل الوتر ورا ما أقول هذا يساوي هذا ش راح أساوي وراها أخذ طرفين يساوي وسطين اكيد هنا راح نقول طرفين يساوي وسطين اذا صارت عندي هذه المعادلة شلون حلية هذه المعادلة استاذ السلم 8 وزائد 4K تربيع وزائد 4K تربيع الكي تكايف بشها وصفر مجدد تكايف بالطرفين هذا 4K وهذا 4K تربيع هنا دير بالك لازم أجي صفر المعادلة شكراً لك علي أمير سعد شو تقول شنو تكمل هنا نعم أستاذ أنا قلت السالب كي تكعيب وزائد 4K تكعيب للطرف الآخص كي تكعيب ناقص 4K تربيع زائد 4K زائد 4K يساوي صفر يساوي صفر يساوي صفر ويساوي صفر وهي هاي القيمة نريدها نعم أو بعدها إذا نطلع بالتجربة أو بوشسمن سويها قوس من فوق التربيع نعم تهمل إذا معناها أما كي تساوي صفر أو كي ناقص 2 تربيع سويتها مربع كامل اللي يساوي صفر إذا كي تساوي 2 تهمل ليش هملت 2 وقبلت الصفر ليش هملت 2 وقبلت الصفر لأن أستاذ قدم الفترة كي 2 ما يصير الفترة تكون 2 ب2 وقيمة C هي 2 على 3 إذن معناها أكيد الـ 2 على 3 لازم يصيرها بداخل الفترة المفتوحة إذن معناها الكي الحقيقية هي صفر إذن هذا السؤال مستنبط من سؤال وزاري يعني الأسئلة الوزارية ممكن هي شي يغير لكم يعني مو فكرة كلش قوية فكرة طبيعية جداً ولكن أسلوب حل المعادلة شوية أصعب من طريقة الكتاب شكراً لكم ومباشرةً نبدي بالمحاضرة واليوم بعد ما خلصنا كثيرات الحدود بكل تفاصيلها ابحث تحقق رول قيمة متوسطة كثيرة حدود أو يطيني كثيرة حدود وبيها ثابت معين مجهول معين يقول لي جد قيمة المجهول اليوم رح نشتغل وياكم الأسئلة الخاصة بالدوال المثلثية أكو بجموعة أساسيات كلش مهم لازم أذكرها سبق وان أخذناها بالفصل الأول وساين اثنين اكس أريد تكتبوه لتفكير وهذا اللي موجود أمامكم على الشاشة أريد تكتبوه إذن لا يمكن حل أي معادلة مثلثية إلا إذا كانت الزوايا موحدة يعني شنو بعد شوية من تجيني مثلا ساين اثنين اكس ناقص ساين اكس تساوي صفر ما أفكر أحل هذه المعادلة إلا إذا أجعل الزوايا كلهم نفس الشي لو اثنين هم أسويهم اكس لو اثنين هم أسويهم اثنين اكس زين قوانين التحويلات هذا القانون أكيد ما رأي عليكم قبل أخذناها بالفصل الأول ساين اثنين اكس تساوي اثنين ساين اكس كوساين اكس كوساين اثنين اكس بيها ثلاث قوانين كوساين تربية اكس ناقص ساين تربية اكس اثنين كوساين تربيع X ناقص واحد واحد ناقص اثنين ساين تربيع X أيضاً راح أحتاج في نهاية المحاضرة اليوم أن أذكركم بأن التان هو جاي من ساين على كوساين والكوتان X هو كوساين X على ساين X وأيضاً أريد أذكركم مشتقات الدوال المثلثية سيحن الدوال المثلثية عندنا 6 ولكن اللي راح أحتاج بهالمحاضرة هنا مشتقات الساين ومشتقات الكوساين مشتقات الساين هو كوساين نفس الزاوية في مشتقات الزاوية ومشتقات الكوساين هو السالب ساين نفس الزاوية في مشتقات الزاوية اللي التحقه متأخرين على المحاضرة بابا تقدرون تأخذون صورة لحل السؤال على السريع على موضوع مباشرة نستأنف وحاضرتنا إذن هذا حل سؤال الامتحان إذن هنا القوانين الوجبة الأولى من القوانين اللي المفروض كلكم تعرفوها بأن هذه القوانين والطالب اللي محافظ القوانين فممكن يصير عنده مشكلة سواء في هذا الموضوع أو بالمواضيع اللاحقة وكل شهوية راح تاجه بالفصل الرابع بعد أكو أمور أخذناها بالفصل الأول من أيام دي موبر الله يذكر بالخير سالفنا على دائرة الوحدة واتفقنا في وقتها قلنا هذه الزاوية هي صفر وهي نفسة 2π وهذه الزاوية هي π على 2 وهذه الزاوية هي π وهذه الزاوية هي ثلاثة π على 1 ومن أشرنا أربع نقاط تبعد كل منها عن نقطة الأصل بمقدار واحد ووصلنا بيناتهم دائرة هاي الدائرة سميناها دائرة الوحدة شنو معناها دائرة الوحدة يعني معناها نصف قطرها وحدة طول واحدة وهذه النقاط الأربعة كل وحدة من عندهم سميناها نقطة مثلتية من أقول نقطة مثلتية الأكس ما لتى يمثل كوسائن والواي ما لتى يمثل سائن إذن هذا شي مثل هذا يمثل كوسائن وهذا يمثل سائن أيضا هذا يمثل كوسائن وهذا سائن وكل ذن النقاط إذن هذه تمثل كوسائن سائن كل نقطة مثلتية الأكس ما لتى يمثل كوسائن والواي ما لتى يمثل سائن وأيضا هنا اتفقنا يعني مثلا الأسئلة اللي رح تجيني بعد شوي أقول لك معادلة مثلتية رح أنحلها ورح يطلع السائن سي تساوي صفر أقول لك يا زاوية السائن ما لتى صفر رأسا رح تقول لي ذني إذن ما ناهى الصفر والباي تطلع لي الكوسائن سي تساوي صفر أقول لك يا زاوية الكوسائن ما لتى صفر تقول لي هي باي على اثنين والثلاثة باي على اثنين تطلع لي السائن سي تساوي واحد إذن هنا رح تقول لي باي على اثنين سائن سي تساوي سالب واحد تقول لي ثلاثة باي على اثنين وهكذا أيضا اتفقنا أيام زمان قلنا طريقة التعبير عن الزوايا بالأرباع الأربعة وراء ما اتفقنا بأن الربع الأول الكل موجب والربع الثاني الساين موجب والربع الثالث التان موجب والربع الرابع الكوساين موجب وفي وقته هنا اتعلمنا كلمة لا يعرفها مدرس الإنجليزي يعرفها فقط مدرس الرياضيات اللي هي أستيك إذن ليس لها معنى في اللغة الإنجليزية ولكن لها معنى في الرياضيات إذن الربع الأول الكل موجب الربع الثاني الساين موجب الربع الثالث التان موجب والربع الرابع الكوساين موجب وأيضا اتفقنا أيام زمان أيام ديموبر الله يذكره بالخير بأن هنا إذا ردنا نسمي أس هي زاوية إسناد فطريقة التعبير عن الزوايا بالأربعة الأربعة الربع الأول الثيتة تساوي أس الربع الثاني باي ناقص أس الربع الثالث باي زائد أس والربع الرابع هو تو باي ناقص أس وأيضا هنا اتعلمنا على جدول أيام زمان وقلنا هنا رح أجي أخذ ثلاث زوايا إذن هنا إذا أقول هنا الثيتة رح أقول الباي على ستة والباي على أربعة والباي على ثلاثة إذن من الساين مالتها ومن الكوساين مالتها الباي على أربعة الساين والكوساين مالتها واحد على جدر اثنين إذن ذول اثنين ثم واحد على جدر اثنين الباي على ستة الساين مالتها نص والكوساين هو جدر ثلاثة على اثنين في حين الباي على ثلاثة بالعكس تماما الساين مالتها جدر ثلاثة على اثنين والكوساين مالتها نص إذن أريدك تكتب لي تذكير السهنة هذه اللي موجود على الشاشة أريدك تكتبه بسرعة الممكنة زين ورما ذكرنا هذه الأمور الأساسية اللي كل شواية رح نحتاجها اليوم أيضا هنا أريد أذكركم بأمر مهم جدا جدا اليوم من خلال تطبيقنا إلى مبرهنة رول والقيمة المتوسطة رح نجي نشتاق بدلالة X ونحول بدلالة C ونساوي بالصفر من أساوي بالصفر إذا أطلع لكم الساين C أو الكوساين C صفر أو واحد أو سالب واحد رأسا أجيب قيمة C من دائرة واحدة سؤالة فتا قبل شوية يعني يطلع لي الساين C تساوي صفر أقول يا زاوية ساين مالة صفر الصفر والباي إذا الكوساين C تساوي صفر يا زاوية الكوساين مالة صفر الباي على اثنين والثلاثة باي على اثنين وهكذا إذا الكوساين C تساوي واحد أقول الصفر والتو باي إذا الكوساين سالب واحد أقول فقط الباي وهكذا إذن هاي الحالة الأولى وهذه أيضا رح تكتبوها بعد شوية الحالة الثانية إذا اشتقيت وساويت بالصفر وطلع لي الساين أو الكوساين واحد من ذول القيم الستة طلع لي هنا واحد على جذر اثنين واحد على اثنين جذر ثلاثة على اثنين يعني بعد شوية من رح نبدأ نحل الأسئلة مثلا رح تطلع لي اثنين ساين سي زائد واحد يساوي صفر على سبيل المثال الواحد رح حوله إلى الطرف الآخر يعني رح أقول اثنين ساين سي تساوي سالب واحد يعني معناها رح أقول ساين سي تساوي سالب واحد على اثنين تذكرون أيام زمان بالفصل الأول جنت هنا أهمل الإشارة السالبة إن وجدت وأجي أستخرز زاوية إسناد أقول يا زاوية ساين مالتها نص يا زاوية ساين مالتها نص أكيد هي الباي على ستة إذن هنا رح أجي أقول زاوية الإسناد هي باي على ستة وبعديا رح أقول في أي ربع يكون الساين سالب حسب المخطط اللي أخذناه السا بالربع الثالث والرابع طريقة التعبير عن الربع الثالث هو باي زائد زاوية الإسناد وطريقة التعبير عن الربع الرابع هو تو باي ناقص زاوية الإسناد وبعديا ورما أجمعهم وأحصب الناتج أشوفها تنتمي أم لا تنتمي إذن هذا الأمر الثاني اللي هواية رح نستخدمه اليوم أكو أمر ثالث رح نستخدمه بشكل محدود جدا ولكنه موجود إذا كان التان أو الكوتان هم يأخذ وحده من ذول القيم الستة نفس العملية أجردها من الإشارة حتى أستخرز زاوية إسناد وبعديا أرجع الإشارة حتى أحسب قيمتي سي يعني مثلا رح يجيني سؤال يطلع لي التان سي تساوي واحد أقول يا زاوية التان ما لتا واحد هي خمسة واربعين باي على أربعة خمسة واربعين درجة أقول زاوية الإسناد هي باي على أربعة وين يكون التان موجب بالربع الأول والثالث إذا رح يصير أما سي تساوي باي على أربعة أو سي تساوي باي زائد باي على أربعة أجمعهم وبعديا أقول عليها تنتمي أو لا تنتمي إذن هنا أريد منكم بالسرعة الممكنة تكتبوا لي هذه المعلومات أنا مود نبدي بالمحاضرة فس ورما استفادئنا من كل هذه المعلومات اللي أخذناها كبداية للموضوع إذن رح يتكتبون السؤال التالي إذن هنا السؤال ابحث تحقق مبرهنة رول للدوال التالية وإن تحققت جد قيمة سي السؤال بالامتحان رح يجيني بهذه الصورة إذن شروط مبرهنة رول مثل ما متعلمين عليها أريدك تستمع لي شلون رح أحل هذا السؤال ورح أحطيك السؤال الوراء أنت رح تحله وحدك بنفس الإسلوب إذن شروط مبرهنة رول الشرط الأول هو الشرط الاستمرارية إذن رح أقول أولا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة باي على اثنيا ثلاثة باي على اثنيا لأنها تقع ضمن مدالها وإحنا منسوينا مراجعة بمحاضرتين كاملة عن الاستمرارية من مرينة بالدوال المثلثية وقلنا ضمن حدود المنهج رح تجيني ساين وكوساين أما بشكل منفرد أو مجتمعة فهي دائما مستمرة ودائما قابلة للاشتقاق لأن مجالها أرد إذن أولا الدالة مستمرة ثانيا الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة باي على اثنيا ثلاثة باي على اثنيا لأنها تقع ضمن مجالها أرد الشرط الثالث هو تساوي الصور يعني رح أجي أحسب مرة صورة الأي ومر أحسب صورة البي إذا كانت الصور متساوية رح أقول يمكن تحقق مبرهنة رول وإذا الصور غير متساوية فهنا رح أقول لا يمكن تحقق مبرهنة رول إذا كانت رول محققة أكمل رح أقول توجد قيمة واحدة على الأقل وأكمل الحل وإذا كانت غير محققة خلاص أقول لا يمكن تحقق وانت يحل السؤال إذن صورة الباي على اثنيا إيش رح يصير عندي رح يصير كوساين باي على 2 وشفناه هسه بدائرة الوحدة الباي على 2 صار بالأعلى والنقطة البالأعلى هي 0 1 إذن معناها الكوساين مالته هو 0 ومن نعوض 3 باي على 2 أيضا 3 باي على 2 صار بالأسفل والكوساين النقطة اللي صار بالأسفل هي 0 سالب 1 يعني معناها الكوساين أيضا 0 إذن رح يكون كوساين 3 باي على 2 وتساوي 0 إذن ما طول الناتجين مالساوين إذن إيش رح أقوله هنا بما أن صورة الباي على 2 تساوي صورة 3 باي على 2 إذن إيش رح أقوله هنا رح أقول يمكن تحقق مبرهنة رول إذن ما طول متحققه الكليشة الثابتة المتبقين عليها توجد قيمة واحدة على الأقل سي تنتمي إلى الفترة المفتوحة باي على 2 ثلاثة باي على 2 تحقق F برايم للسي يساوي صورة شو نسوي هسا هنا شمت تبقين أشتق الدالة بالنسبة إلى X إذن معناها رح أقول F برايم للأكس وقبل شوية ذكرتك أن مشتقة الكوساين هو السالب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية مشتقة الزاوية واحد ماكو داعي أكتبها أشتق الدالة بالنسبة إلى X وبعدين أحولها بدلالة C إذن F برايم للسي تساوي سالب ساين C الملاحظة تقول هذه المشتقة رح أساويها بالصفر يعني معناها رح يصير سالب ساين C تساوي صفر إذا ضربنا في سالب واحد إذن معناها رح يصير ساين C تساوي صفر ساين رح أرجع رح أرجع الدائرة الوحدة إياه زاوية الساين مالتها صفر إذن دائرة الوحدة تقول لي الصفر والباي والتو باي إذن معناها رح يكون عندي ثلاث احتمالات يفضل متى ما ذكرت الصفر تذكر معها التو باي يفضل إذن معناها رح يكون C تساوي صفر والسي تساوي باي والسي تساوي تو باي زيان عندي الفترة هي الصفر عفوا باي على اثنين ثلاثة باي على اثنين إذا رح تقول لي شمدريني آني تنتمي أم غير ما تنتمي أنت تحولها من يمك إلى قيمة عددية الباي على اثنين تقابل تسعين درجة الثلاثة باي على اثنين تقابل ميتين وسبعين درجة فأنت أقرأها تسعين وميتين وسبعين أكيد الصفر ما موجود إذن هذا شكل عالية لا ينتمي إلى الفترة المفتوحة باي على اثنين ثلاثة باي على اثنين والباي أكيد المية واثمانين تنتمي إلى الفترة المفتوحة الباي على اثنين ثلاثة باي على اثنين والمية ثلاثمية وستين أكيد هذه لا تنتمي إلى الفترة المفتوحة إذن هنا لا تنتمي إلى الفترة المفتوحة πي على 2 ثلاثة πي على 2 ينتهي حل هذا السؤال ويعتبر من الأسئلة البسيطة والبسيطة جدا إذن أطيكم مجال تحلون هذا السؤال بالسرعة الممكنة ووراها السؤال البعد رح أريد منك أفوة أكس تساوي ساين أكس ولكن الأكس تنتمي إلى الفترة صفر باي إذن وورا ما رح تحلي هذا السؤال ويفضل بدون أن يتباوح على الشاشة تحلي السؤال الثاني ودقائق ورح نناقش حل السؤال الثاني يالله إذن هنا شلون نحل السؤال الثاني هنا الأفوة أكس تساوي ساين أكس إذن شن الخطوة الأولى بالحل بنين قاسم نعم أستاذ نعم وش يقول دالنا مستمرة على الفترة المغلقة صفر باي لأنها تقع ضمن مجالها أر إذن معناها هذه الفترة المغلقة صفر باي وبعدي ودال لقابل الإشتقاق للفترة المفتوحة صفر باي لأنها تقع ضمن مجالها أر إذن هذا هو تحصيل حاصل وراها شنو نقول نساوي الصفر نساوي قصدي الصور صورة الصفر سان الصفر هي واحد إذن هنا سان الصفر إش قاد واحد شون واحد سان الصفر يساوي صفر كوسين الصفر هو واحد إذن ومن أريد أعوض الباي لا في الباي هي سان الباي هي سالب واحد لا إذن هنا بالعكس الأمور صار بالعكس يوميج إذن معناها سان الباي هو أيضا صفر إذن هنا لازم ترجعين شوفين دارة الوحدة بشكل جيد إذن هنا سان الصفر هو صفر وسان الباي هو صفر كوسين الصفر هو واحد وكوسين الباي هو صالب واحد إذن هنا لازم أكون مركز بالحال زين شكرا إليك هس هنا سان الصفر وسان الباي متساوين إذن طيبة أحمد شو تقولين بما أن صورة الأب صفر يساوي صورة باي إذن يمكن تحقق مبرهنة رول إذن معناها يمكن تحقق مبرهنة رول وراها شون الكليشة الثابتة أشتاق الشسمة fx للfx قبل ما أشتاق شنو لازم شاقول شاكل أكوفت كليشة الثابتة شا تقول توجد قيمة على الأقل إذن نعم إذن توجد قيمة واحدة على الأقل c تنتمي إلى الفترة المفتوحة صفر باي تحقق f برايم للc تساوي صفر إذن معناها شو راح أسويه هسا هسا حشتاق يعني f برايم للأكس حصر كوساين أكس إذن معناها f برايم للأكس بابا الماكات ما لكم غلقوها رجاء إذن هنا راح يصير عندي كوساين أكس وراها شو راح أقول f c يعني حوضها بالc حصر إذن f برايم للc إذن هذا شو راح يصير عندي كوساين c إذن المشتقة أكيد هنا يفترض أساويها بالصفر يعني معناها إذا أقول كوساين c يساوي صفر يا زاوي الكوساين ما لاته صفر واي على 2 واللق 3 باي على 2 إذن معناها راح يصير عندي هنا احتماليا إذن معناها أما c تساوي باي على 2 أو audible c تساوي ثلاثة باي على 2 قلنا هنا حتى تكون عملية الانتماء وعدم الانتماء واضحة من يم hating planet أحوولها إلى قيمات عددية إذن لماذا باي على 2 تعادل التسعين درجة الثلاثة باي على 2 تعادل ميتين وسبعين درجة يعمقانهما تنتمي وемонحت Vine الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شوية أعقد ورح نحاول نصعد بالصعوبة بشكل تدريجي الأفوف أكس تساوي 2 ساين أكس ناقص كوساين 2 أكس ويدا يقول لي الأكس تنتمي إلى الفترة المغلقة صفر باي نحن متفقين الفترة اللي يطينيها بالسؤال هي دائما تكون فترة مغلقة لكن من أحكي على الاستمرارية تكون على الفترة المغلقة ومن أحكي على قابلية الاشتقاق تكون على الفترة المفتوحة وقيمة سي النهائية تقارن مع الفترة المفتوحة إذن أولا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة صفر باي لأنها تقع ضمن مجالها آق والدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة صفر باي لأنها تقع ضمن مجالها آر ومن أريد أحسب الصور صورة الصفر شوفوا التعويض ركزوا أياه بالتعويض إذن صورة الصفر رح يصير 2 سين صفر ناقص كوسين 2 في صفر إذن 2 في صفر هو صفر زين سين الصفر صفر إذن رح يصير 2 في صفر ناقص كوسين الصفر واحد إذن الجواب يساوي سالم واحد زين بعد ومن أريد أحسب صورة الباي إذن معناها f للباي يصير 2 سين باي ناقص كوسين 2 باي إذن دعوض مكان الأكس بما يساويها فإذا 2x يعني معناها 2 باي إذن سين الباي حسب دائرة الوحدة هي قيمة صفر والتو باي هي نفس الصفر من حيث السين والكوسين كوسين الصفر واحد أيضا نفس العملية رح يصير عندي 2 في صفر ناقص واحد ويساوي سالب واحد إذن نفس العملية بما أن صورة الصفر تساوي صورة الباي إذن يمكن تحقق مبرهنة رو الكليشة ثابتة مالتنا توجد قيمة واحدة على الأقل سي تنتمي إلى الفترة المفتوحة صفر باي تحقق f برايم للسي تساوي صفر ركزوا إياي شلون رح أكمل لأن قلت لكم المادة رح تكون بالتدريج رح تصعد بالصعوبة رح أشتق اشتقق اعتيادي إذن هنا رح أقول f برايم للأكس تساوي مشتقة الثابت في دالة تساوي الثابت في مشتقة الدالة مشتقة الثابت في قوس تساوي الثابت في مشتقة القوس يعني معناها الثنين رح ينزل ومشتقة الساين إذن هذا رح يصير كوسين أكس إذن هذا الأمر الأول الأمر الثاني مشتقة الكوسين رح أصير سالب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية المفروض أبد ما أنساها هذا السالب وإيه السالب رح ينظره بيصير موجب وهذه مشتقة الزاوية رح أصير من جهة اليسار يعني معناها رح يصير زائد اثنين ساين اثنين أكس إذن هذا السؤال مندي نجيبه بالامتحان الطالب دا ينسى هاي الثنين وبالتالي دا يكتب لي فقط ساين اثنين أكس وما وراء كله رح يكون عندي خطأ إذن مشتقة الكوسين هو السالب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية إذن مشتقة الزاوية الثنين والثنين مثل ما متفقين سابقا تكتب على يسار الزاين اشتقيت الدالة بالنسبة إلى أكس أحولها بالنسبة إلى س يعني معناها أف برايم للس تساوي اثنين كوسين س زائد اثنين ساين اثنين س الملاحظة تقول وراء ما سويت عملية التحويل تروح على الطرف الأيسر تعيد كتابته وتقول يساوي صفر إذن هنا رح يصير الشغل هنا يحتاج إلى تركيز إذن رح أقول اثنين كوسين س زائد اثنين ساين اثنين س تساوي صفر أقدر أقسم المعادلة كلها على اثنين حتى أتخلص من هذه الثنين وليس من هذه الثنين الثنين ما زاوية ما أقدر أتخلص منها عن طريق القسمة لكن الثنين المعامل أقدر أتخلص من عندها عن طريق القسمة إذن المعادلة كلها رح أقسمها على اثنين إذن هذا رح يصير عندي تقسيم اثنين يعني معناها رح يصير كوسين س زائد ساين اثنين س تساوي صفر الملاحظة اللي كتبناها في بداية المحاضرة تقول لا يمكن حل المعادلات المثلثية إلا إذا كانت الزوايا موحدة أكرر لا يمكن حل المعادلات المثلثية إلا إذا كانت الزوايا موحدة يعني لو اثنين هم سي لو اثنين هم اثنين سي ما الاثنين آتم أساويهم اثنين سي عملية كل صعبة لكن إذا أساويهم سي العملية أسهل والقوانين اللي كتبناها قبل شوية تقدر ترجع تشوفها في دفترك قلنا ساين اثنين اكس يساوي اثنين ساين اكس كوساين اكس زيان إذا كانت الساين اثنين سي هذا رح يصير اثنين ساين سي كوساين سي إذن مباشرة رح أجري عملية التحويل والغاية من هذه العملية على مود أجعل المعادلة بدلها للسي إذن كوساين سي زائد اثنين ساين سي كوساين سي تساوي صفر هنا أحتاج أن أسحب عامل مشترك واللي دا يفكر يقسم على كوساين أقولكم ما أخذين إحنا ملاحظة لا يجوز القسمة على متغير إلا بعد التأكد أنه لا يساوي صفر وماكو شي هنا يخليني أتأكد بأن الكوساين لا تساوي صفر بس هنا رح أتقول لي شلون أتأكد أنا يعجبني أقسم على كوساين اليوم بالمثال رقم خمسة آخر مثال رح يكون محاضرتنا رح أقسم على كوساين بالمثال رقم ثلاثة ما رح أقسم على كوساين أنا شمدريني هذا ممكن أن يساوي صفر لو ما ممكن الملاحظة ببساطة أجي على مسود أقول أنا ناوي أقسم على كوساين هذا الكوساين الناوي أقسم عليه خلي أساوي بالصفر على مسود أقول يا زاوي الكوسان ما لاته صفر السي تساوي باي على اثنين وثلاثة باي على اثنين خلي أأخذ واحدة منهم الباي على اثنين مثلا رح أعوضهم مكان السي أعوض باي على اثنين إذا طلع الناتج طرف أيمن يساوي طرف أيسر إذن معناها أكو احتمال بأن الكوساين يساوي صفر عندها تكون عملية القسمة محرمة إذا طلع عندي طرف أيمن لا يساوي طرف أيسر فمعناها مستحيل أن يكون الكوساين صفر عندها تكون القسمة جائزة بس هنا من أريد أن أعوض يعني كوساين الباي على الثنيا بس أين رح أعوض رح أعوض هنا أم كان سي باي على الثنيا كوساين الباي على الثنيا هذا صفر زائد اثنين في ساين الباي على الثنيا واحد وكوساين الباي على الثنيا صفر إذن رح يصير صفر زائد صفر ويساوي صفر إذن صار عندي طرف أيمن يساوي طرف أيسر إذن معناها القسمة محرمة لكن رح يجيني سؤال اليوم في نهاية المحاضرة لا من رح أجي أعوض رح يطلع لك طرف أيمن لا يساوي طرف أيسر عندها تكون القسمة جائزة إذن ما طول هنا القسمة محرمة شلون أكمل حل السؤال رح أجي أستخرج كوسين سي عام المشترك إذن باوعني هنا شرح يصير من أستخرج كوسين سي عام المشترك والعامل المشترك لازم أبد ما أنسى هو عملية قسمة وليست عملية طرح يعني شنو عملية قسمة أقسم الأول القديم على العامل المشترك يطلع لأول جديد ورح أقسم الثاني القديم على العامل المشترك يطلع لثاني جديد بس بعض الطلاب يصور العامل المشترك هو عملية طرح أبداً مطرح العامل المشترك هو عملية قسمة أقسم الأول القديم على العامل المشترك يطلع لأول جديد وقسم الثاني القديم على العامل المشترك يطلع لثاني جديد إذن معناها كوسين على كوسين 1 زائد 2 tiếng C كوسين C تقسيم كوسين C إذن هذا رح يصير اثنيا ساين سي هذا يساوي صفر إذا عندي حاصل ضرب قوسين يساوي صفر أكيد رح أقول أما أو إذن معناها رح يكون ايدر إذن تريد تقسم الورقة إلى قسميا بهذه الصورة تريد إذا تكفي الورقة تكتب واحدة جو اللقم ماكو مشكلة إذن معناها رح يكون ايدر كوساين سي يساوي صفر شنو الملاحظة اللي أخذناها في المقدمة لهذه المحاضرة قلنا إذا حليت المعادلة وطلع للكوساين أو الساين صفر أو واحد أو سالب واحد تحسب قيمة الزاوية من دائرة الوحدة إذن هنا صفر يا زاوي الكوساين مالة صفر الباي على اثنيا والثلاثة باي على اثنيا إذن أما السي تساوي باي على اثنيا أو السي تساوي ثلاثة باي على اثنيا الفترة هي صفر باي أكيد الباي على اثنيا تنتمي إلى الفترة صفر باي والثلاثة باي على اثنيا إذن هذه لا تنتمي إلى الفترة صفر باي إذن هذا الايدر زين أريد الور واحد زائد اثنيا ساين سي تساوي صفر زين شو رح يسوي هنا الواحدة حوله إلى الطرف الآخر يعني معناها رح يصير اثنيا ساين سي تساوي سالب واحد يعني معناها الساين سي تساوي سالب واحد على اثنيا زين شنو الملاحظة اللي أخذناها بداية المحاضرة قلنا إذا كان الساين أو الكوساين يأخذ نص جذر ثلاثة على اثنيا واحد على جذر اثنيا موجب أو سالب إذن عندي مرحلة المرحلة الأولى استخراج زاوية تسنات بإهمال الإشارة السالبة إن وجدت والمرحلة الثانية استخراج قيمتيسي إذن معناها شو رح يصير عندي يا زاوية الساين مالتها نص هي باي على ستة إذن هنا رح أقول زاوية الإسنات إذن هنا زاوية الإسنات هي باي على ستة زين هذه وين شفناها شفناها بالجدول زاوية الإسنات هي باي على ستة وين يكون الساين سالب يكون الساين سالب بربعين أما الربع الثالث أو الربع الرابع الربع الأول والثاني يكون الساين موجب الربع الثالث والرابع يكون سالب إذن معناها رح يكون أما سي تساوي طريقة التعبير عن الربع الثالث هو باي ذائد ذاوية الإسناد اللي هي سبعة باي على ستة اللي من أحولها إلى زاوية بالقياس الستين مئتين وعشرة البي على ستة ثلاثين في سبعة مئتين وعشرة مئتين وعشرة بالربع الثالث إذن خارج الفترة إذن هذه رح أقول لا تنتمي إلى الفترة صفر باي أما الربع الرابع رح يكون هنا تو باي ناقص باي على ستة يعني معناها رح يكون دعش باي على ستة أيضا باي على ستة ثلاثين في دعش ثلاثمائة وثلاثين تعادل ثلاثمائة وثلاثين درجة أكيد هنا لا تنتمي إلى الفترة صفر باي إذن السؤال هو سهل ولكن مو كل السهل إذن أفكار السؤال اشتقيت بدلالة أكس حولتها بدلالة سي ساويتها بالصفر قسمت على اثنين وراها وحدت الزوايا ساين اثنين سي اثنين ساين سي كواساين سي سحبت الكواساين عام المشترك وقلت أما أو أريدكم تحلون هذا السؤال وحدكم حسب ما افتهمتم من عندي بدون أن اتباعون على الشاشة واللي عنده سؤال تفضلوا سؤالوا أستاذ بالخطوة بالخطوة اللي قبل الاشتقاق نعم موعدنا ساين 2 نعم ليش ما طبقنا القائدة ما التحويلات موعدنا قائدة على الساين هنا قبل الاشتقاق لو بعد الاشتقاق قبل الاشتقاق قبل الاشتقاق إذا أردت أحول الكواساين 2x هذا إذن صحيح مو خطأ ولكن عملية الاشتقاق تكون صعبة فهنا أفضل دائما عملية التحويلات تكون بعد الاشتقاق بعد اللي عنده سؤال أستاذ نعم هنا بالأخير الساين السي مو يساوي أن يصال بنص نعم مو بالربعة الثالث والرابعة عندنا الساين سالب اي ليش أخذنا البي زائد هو طريقة للتعبير عن الربعة الثالث شنو اي البي زائد بس الربعة الرابعة هم ساين اي الربعة الرابعة تو باي ناقض يعني أخذنا ثياناته ما أخذهم لأن الملاحظة شو تقول اللي قلناها بعد حذف الإشارة السالبة إن وجدت ثم حساب قيمتي سي يعني لازم قيمتين تطلع عندك هس هنا رح تقول لي أنا بالفصل الأول شو ما شان يطلع لي قيمتين بالفصل الأول كانت تجي الساين والكوساين السوء فإذا ثنين أتن موجبات أقول ربع أول إذا الساين موجب والكوساين سالب أقول ربع ثاني إذا ثنين هم سالبات أقول بس ربع ثالث إذا الكوساين موجب والساين سالب أقول بس ربع رابع لكن اليوم دائما ورا ما أستخرج زاوية السناد رح أستخرج الساين موجب أقول الأول والثاني سوى وإذا الساين سالب أقول الثالث والرابع سوى يعني احتماليا إذا الكوساين موجب رح أقول الأول والرابع وإذا الكوساين سالب رح أقول الثاني والثالث نعم إذا أكو سؤال بعد إذا شنو صفر إذا ساين 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 حجيناها قلنا إذا كان الساين والكوساين صفر أو واحد أو سالب واحد هذا ما بيسناك هذا رأسنا يجيبه من دائرة الوحدة صح صح نعم إذن هنا قلت لكم مو كل السهل فاللي رح ينقل من الشاشة ما رح يتعلم أريدك هنا تحل وحدك وتستفيد من أخطائك وبعد عندنا أفكار جاية مختلفة فسا شنو التغييرات اللي ممكن يسووها على هذا السؤال يعني هنا السؤال إذا رأي يجي بالامتحان الوزاري إذا ما إجي بهذه الصورة ممكن يجري عليه ثلاث تحويرات قبل ما أسولف على التحويرات لو كانت الإشارة هنا زائد مكان ناقص لو كانت الإشارة موجبة شو رح يصر عندي هنا هنا بالمشتقة رح يكون عندي هنا سالب هنا رح يكون عندي سالب هنا رح يكون عندي سالب هنا رح يكون سالب يعني معناها أما cos c يساوي 0 هذا نفسه ما بي مشكلة أو هنا من رح يكون سالب يعني معناها sin c تساوي 1 على 2 زاوية ثلاثنات هي pi على 6 ما بيها مشكلة لكن وين يكون sin سالب أو هنا عفوا وين يكون sin موجب رح يكون بالربع الأول والربع الثاني فرح يصير أما c تساوي pi على 6 أو c تساوي pi ناقص pi على 6 إذن هذا التغيير الأول التغيير الثاني اللي ممكن يصير هذه الساين إذا بدلها سواها cos x مكان الساين إذا قال لي cos x ما سيصير عندي من أجي أشتق هذه الكوسين ستتحول مع مراعة الإشارة يجوز موجب يجوز سالب يعني هنا من أريد أسحب عامل مشترك إذا كان هنا sin من أسحب عامل مشترك رح يصير sin c عامل مشترك إذن أما sin c تساوي صفر يا زاوية sin مالتها صفر هي الصفر وال والpai وال2π أو شنوه أو هذا القوس يساوي صفر لو رح يصير 1 زائد 2 cos c لو 1 ناقص 2 cos c واحد من عدهم إذن معناها رح يصير cos يساوي ربما نص وربما سالب نص إذن زاوية الإسناد بالحالة رح يصير pi على 3 إذا الكوسين موجب وين يكون الكوسين موجب بالربع الأول والرابع وإذا كان سالب رح يكون بالربع الثاني والثالث لذلك رح أطيك 3 أسئلة واجب السؤال الأول بأن الأفوف أكس هذا أريد يصير 2 sin x زائد cos 2x والسؤال الثاني أفوف أكس يساوي 2 cos x زائد cos 2x والسؤال الثالث أفوف أكس تساوي 2 cos x ناقص cos 2x ولكن بذول ثلاثتهم أريد x تنتمي إلى الفترة صفر 2x إذن ذني رح تكون ثلاث أسئلة إذا فاهم هذا السؤال رح تعرف تحل ذني لثلاث أسئلة حسب الملاحظات اللي شيئت نهسه إجاب إذن هذا الأمر الأول أكو سؤال لحد الآن أكو شيء مواضح أذن نروح إلى الفكرة الأخرى يقول لي أفوف أكس تساوي 2 sin x زائد sin 2x وأيضا هنا بالفترة صفر طي أكو فكرة مختلفة في الثلث الأخير من السؤال البداية نفس البداية الدالة مستمرة على الفترة المغلقة صفر باي لأنها تقع ضمن مجالها R الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة صفر باي لأنها تقع ضمن مجالها R ومن أجي أحسب الصور رح يصير عندي صورة الصفر يساوي 2 sin صفر زائد sin 2 في صفر صفر وسين الصفر هو صفر في اثنين رح يبقى صفر إذن الجواب هو صفر ومن أريد أحسب صورة 2 باي إذن إش رح يصير عندي إذن معناها sin الباي عفوا إذن صورة الباي رح يصير 2 sin باي زائد sin 2 باي و 2 باي قلنا يعامل معاملة الصفر وحتى لو كانت 4 باي تعامل معاملة الصفر تذكرون ملاحظة أخذناها بأيام الأعداد المركبة قلنا الأي باي هذه تقرأ صفر إذا كان أي زوجيا وتقرأ باي إذا كان أي فرديا فال2 باي الأربعة باي 6 باي 8 باي هذه أقراها كأنه صفر من يريد أحسب الساين والكوساين ما لاته إذن هذا رح يكون الجواب صفر بما أن صورة الصفر تساوي صورة الباي إذن يمكن تحقق مبارهنة إذن الحج كله يعاد بنفس الترتيب ما عندي شي جديد لحد الآن توجد قيمة واحدة على الأقل سي تنتمي إلى الفترة المفتوحة صفر باي تحقق أف برايم للسي تساوي صفر إذن هسا رح يجي الشغل الجديد رح أجي أشتق رح أقول أف برايم لل أكس تساوي ورما أكمل أنت رح تجي تحل السؤال وحدك ومهم جدا تحل السؤال بدون أن نتفاوح على الشاشة إذن مشتقة الثابت في دالة هو الثابت في مشتقة الدالة يعني معناها رح يصير 2 كوس أكس زائد مشتقة الثاين إذن هذا رح يصير كوس نفس الزاوية في مشتقة الزاوية اشتقيت الدالة بالنسبة إلى أكس سأحول ها بدلالة سي إذن F برايم للسي هذا ش رح يصير عندي 2 كوس سي زائد 2 كوس 2 سي ساوي بالصفر إذن هنا F برايم للسي تساوي صفر يعني معناها رح يصير عندي 2 كوس سي زائد 2 كوس 2 سي تساوي صفر مثل ما سوينا قبل شوية رح أقسم المعادلة كلها على 2 يا 2 منعدهم تروح هذه 2 تروح لكن 2 ما زاوية ما تروح إذن معناها رح يصير عندي كوس سي زائد كوس 2 سي تساوي صفر الفكرة الجديدة هنا وصلنا لها بعض الطلاب يقول أريد أسحب عام المشترك أقول لم يمنون ما يصير إذن هذا كوس 2 سي والكوس 2 سي مو معنا كوس سي زائد كوس سي أو كوس سي في كوس سي ما كو شي فاللي يفكر يسحب عام المشترك ممنون الملاحظة اللي أخذناها تقول لا يمكن هل أي معادلة مثلثية إلا إذا كانت الزوايا موحدة لو 2 أسويهم C لو 2 أسويهم 2 C فس أسويهم 2 C كل الصعبة لكن أسويهم C ممكن لكن الأمر سيكون أصعب لماذا قبل كان سين 2 C و سين 2 C بها قانون 1 الذي هو 2 سين C ناقص 1 والثالث 1 ناقص 2 سين تر بيع سين زين عجب يا قانون رح أجي أستخدم الملاحظة تقول أجي أدق الباب على الجيران إذا أطلع لي كوسين رح أختار للقانون أبو كوسين و إذا أطلع لي سين أختار للقانون أبو السين إذن القانون الأول أبو السين والكوسين ما أستخدم إذن هس رح أجي أختار قانون أبو الكوسين يعني معناها رح يصير عندي يؤدي إلى كوسين C زائد شن القانون أبو الكوسين رح يكون 2 كوسين تربية C ناقص 1 يساوي 0 زين هذا لو كان بصفة سين لو كان هنا سين كان اختارت قانون أبو السين إذن أعيد العملية اشتقيت اشتقاق اعتيادي حولت المشتقة إلى C ساويت بالصفر قسمت على 2 لقيت زوايا مختلفة لازم أوحد الزوايا الكوسين بي ثلاث قوانين يا قانون رح يشتغل هنا أجي أشوف لبصفة إذا بصفة كوسين أختار القانون أبو الكوسين وإذا بصفة سين أختار القانون أبو السين لأ لقيت كوسين اختار القانون أبو الكوسين ممنوع أسحب عامل مشترك ما ما كو عامل مشترك لأن عندي هذا الواحد شلون بعض الطلاب هنا يقول لي ليش ما أحول هذا السالب واحد هناك وأسحب عامل مشترك وقول أما أو ما يصير ما أقدر أقول أما أو إلا إذا كان الطرف الأيمن يساوي صفر إذا ش سوي هنا لعد الملاحظة تقول أرتب المعادلة ترتيب تنازلي وأحلها بالتجربة يعني معناها ش رح يصير عندي أقول يؤدي إلى اثنين كوساين تربيع س زائد كوساين س ناقص واحد يساوي صفر أرتب بتترتيب تنازلي أريد أحل بالتجربة شلون رح أحل بالتجربة إذن قوسيا تساوي صفر الاثنين كوساين تربيع س يجوز جاية من اثنين كوساين في كوساين احتمال جاية لا من كوساين في اثنين كوساين إذن معناها خلي اعتبرها اثنين كوساين س بكوساين س زي الملاحظة تقول إشارة أحد القوسيا هي نفسها إشارة الحد الثاني أو بالواقع حاصر ضرب لني الإشارتين موجب في موجب هذا موجب على أن تكون إشارة القوس الثاني هي حاصر ضرب لني الإشارتين إذن موجب في موجب موجب خلي تكون هنا وموجب في سالب رح يكون سالب الواحد من جاي من واحد في واحد شون شون يعرف الحلمات صحيح حاصر ضرب الوسطين زائد حاصر ضرب الطرفين طلع عندي الحد الأوسط من صار عندي حاصر ضرب قوسيا يساوي صفر هس رح أقول أما أو مثل ما سويت قبل شوية رح أقسم الورقة إلى قسم إذن معناها رح يكون آيد اثنين كوساين سي ناقص واحد يساوي صفر يعني معناها اثنين كوساين سي تساوي واحد إذن معناها كوساين سي تساوي واحد على اثنين شو رح أسوي هنا رح أقول زاوية الاسناد يا زاوية الكوساين ما لات نص يا باي على ثلاثة زين إذن يا ربعي يكون الكوساين موجب اتفقنا في بداية المحاضرة بالربع الأول والرابع إذن معناها أما زي تساوي باي على ثلاثة هذه ما الربع الأول أكيد تنتمي إلى الفترة صفر باي أو شنو أو زي تساوي تو باي ناقص باي على ثلاثة اللي هي خمسة باي على ثلاثة أكيد هذه لا تنتمي إلى الفترة صفر باي إذن هذا الآيد الأور شبق عندي هنا بق عندي كوساين سي زائد واحد يساوي صفر يعني معناها رح يصير عندي كوساين سي تساوي سالب واحد الملاحظة تقول إذا كان الساين أو الكوساين يأخذ واحد أو صفر أو سالب واحد أجيب قيمتها من دائرة الوحدة يا زاوية الساين أو الكوساين ما لاتها سالب واحد أكيد هي الباي إذن معناها رح أقول السي تساوي باي وهذا الباي لا ينتمي إلى الفترة المفتوحة صفر باي إذن السؤال مو كل السهل نقول علي السهل ولكن مو كل السهل أريدك تحل وحدك وتقول إذا عندك مشكلة تفضل اسأل نعم العامل المشترك بحذ ذاته هو ممكن يعني إذا حولت السالب واحد هذه للطرف الآخر وسحبت كوساين سي عامل مشترك ورح يبقى عندي اثنين كوساين سي زائد واحد إيساي واحد لحد الآن الأمور كل طبيعية ولكن التكملة ما أقدر أقول أما أو القاعدة تقول ما أقدر أقول أما أو إلا إذا كان الطرف الأيمن يساوي صفر لذلك تحويل السالب إلى الطرف الآخر واستخراج عامل مشترك فما بفايدة فالحل هو ترتيب المعادلة بشكل تنازلي والتحليل بالتجربة وبعد أنا أقول أما بعد اللي عند سؤال استغل الواحد لماذا مع علاقة الذهب يعني كوسين تربيع سي زائد ساين تربيع سي هذا لا لا سأكيد والله كريم لكن ستجيني أسئلة مستقبلا الساين تربيع زائد كوسين تربيع ممكن أسويها واحد أو الواحد أسوي ساين تربيع زائد كوسين تربيع ممكن يكون إلف منفذ لكن أنا ممكن ما شوف واحد كتب ساين تربيع زائد كوسين تربيع الأمور هنا راح تتعقد استاذ أنه دائما نحاول نخلي سؤال بدلالة أما ساين أو كوسين خلي بدلالة زاوية واحدة هنا في حالة التحويلات من تريد تحول الكوسين اثنين سي بي ثلاث قوانين بل القانون الأول بالوقت الحاضر ما نحتاجه راح نحتاجه مستقبلا لكن اليوم نحتاج القانون اللي يقول اثنين كوسين تربيع سي ناقص واحد مرة واحد ناقص اثنين ساين تربيع سي مرة أخرى أجي أبا وحل بصفة إذا بصفة كوسين اختار القانون أبو كوسين وإذا بصفة ساين اختار القانون أبو ساين إذن هذا الأمر ببساطة أما إذا كان ساين اثنين سي لا هذا ما بيش تعقيد ساين اثنين سي بقانون واحد اثنين ساين سي ورح أسحب عام المشترك وأقول أما طبعا بالمناسبة السؤال الثالث اللي حلي أنا قبل شوية السؤال ما الكتاب وممكن يجي بالوزاري هذا السؤال الرابع ما موجود بالكتاب لحد الآن ما جاء بالوزاري وإذا إجاء بالوزاري رح يسوي كارث عظمى لأن هنا الطلاب ما رح يكون ببالهم شلون يتخلصون من الكوسان اثنين سي وحتى لو عرفوا يتخلصون من عنده ما رح يعرفون شلون هذي يحلوها رح يحاولون السالب واحد ويسحبون عامل ومشترك ويقول أما أو لذلك هنا طريقة إعادة ترتيبها بشكل تنازلي وتحليلها بالتجربة هذا الأمر صحب جدا للطالب اللي ممر عليه الفكرة ويقدر يحل ها واحدة بالامتحان الوزاري لذلك نحن هنا كل الاحتمالات اللي ممكن تجي بالوزاري هذا الحشي كله منهجي أنا ما ما أخذيها بالفصل الأول طريقة التحليل بالتجربة ما أخذيها بالثالث متوسط ترتيب المعادلة تنازليا ما أخذيها من أيام المرحلة المتوسطة وحتى بالابتدائية لذلك هنا كل الحشي الحشي يتمنهجي ولكن يحتاج إلى تركيز شديد هس هنا السؤال قبل شوية يطيتك ثلاث أسئلة واجب هس هنا هم رحطيك ثلاث أسئلة واجب يعني شنو التغيير اللي ممكن يصير رح أقول لك الأف أف أكس خلي نغير اللون حتى يكون عندك واضح رح أقول لك الأف أف أكس مرة رح أقول لك ثمين ساين أكس ناقص ساين ثمين أكس إذا هي جي رح تحل الواجب شو رح يصير عندك هذا إذا كان سالب وهذا رح يصير عندي سالب إذن من أريد أخذ قانون اثني كوس تربيع س ناقص واحد لازم أخلي داخل قوسيا على موض السالب ينظر مرة بالأول ومرة بالثاني وبعدي أرتب ها ترتيب تنازلي إذا الأب القوة تشبير سالب أضرب المعادلة في سالب واحد يلا حلل بالتجربة رح يكون السؤال أكثر جمالا الحالة الأخرى رح أقول لك F تساوي 2 كوس X زائد ساين 2 X والحالة الأخرى F رح أقول لك 2 كوس X ناقص ساين 2 X وذني كل هن X تنتمي خلي تكون للصفر 2 يعني بعد ما كو شيء أهمله إلا إذا صفر 2 أكيد أهمله وإذا إجف الشيء وراها أكيد رح أهمله إذن هنا بالسؤال الثاني والسؤال الثالث بالواجبات هنا رح تطلع لك آخر شيء رح تطلع لك ساين سؤال الثاني والثالث رح تطلع لك ساين لذلك إذا تربيع C وبعدين أيضا ترتفهم تركيب تنازلي أبو التربيع إذا لقيتها موجب رأسا نفكر بالتجربة إذا لقيتها سالب فيفضل بأن تضرب المعادلة كلها في سالب واحد وبعدين تحل بالتجربة إذن هذا يعتبر من الأسئلة المهمة والمهمة جدا 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 بل أقول هنا مهمة جدا وجدا جدا وجدا إذن معناها بكل الحركات الإعرابية هذا السؤال مهم وإذا يجب الامتحان الوزاري أكيد فقط الطلاب اللي مر عليهم هذه الفكرة رح يعرفون يجاوبوا اللي ما مر عليهم الفكرة ربما يعرفون يحلون يجاوبوا لكن بمشقة شديدة زيب السؤال الخامس الفكرة الأخيرة اللي رح نسول فاليوم أفوف أكس تساوي ساين أكس ذائق ساين أكس ويدا يقول لي الأكس تنتمي إلى الفترة الصفر طو سهنا بالمناسبة يعني السؤال الرابع السؤال الثالث إذا الفترة بدلتها ربما أصلا تكون الصور غير متساوية فإذا كانت الصور غير متساوية هذا الحج كلما ماكو داعي أسوي أقول لا يمكن تحقق مبارهنة الزيب هس هنا أولا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة صفر تو باي لأنها تقعض من مجالها الكريشة الثابتة الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة صفر تو باي لأنها تقع ضمن مجالها ر هس هنا الصور أجي مرة أحسب صورة الصفر ومرة أحسب صورة تو باي إذن صورة الصفر رح يصير عندي ساين صفر زائد كوساين صفر ساين صفر صفر كوساين صفر واحد صورة تو باي إذن هذا رح يصير عندي ساين تو باي زائد كوساين تو باي يعني معناها قلنا تو باي الأربعة باي ستة باي ثمانية باي أقراها صفر كزاوية ثلاثة باي خمسة باي سبعة باي تسعة باي أقراها باي كزاوية حتى أعرف الساين وفوصان مالتها أيضا هذا صفر زائد واحد اللي هو واحد إذن بما إن صورة الصفر تساوي صورة تو باي يمكن تحقق مبرهنة رول توجد قيمة واحدة على الأقل سي تنتمي إلى الفترة المفتوحة صفر تو باي تحقق أف برايم للسي تساوي صفر زين ركزوا إياي الساعة الأخبار الجديدة أشتق الدالة بالنسبة إلى اكس إذن معناها أف برايم لل اكس تساوي مشتقة الساين اكس هذا كوساين اكس مشتقة الكوساين اكس إذن هذا ساين اكس اشتق الدالة بالنسبة إلى اكس أحول ها إلى سي إذن معناها أف برايم للسي تساوي كوساين سي ناقص ساين سي الملاحظة تقول لي ساوي بالصفر إذن أف برايم للسي تساوي صفر نعم علي حيدر إذا عندك سؤال استاذ الساين الوحيد اللي متساوين عندها الكوس ساين والساين زو تساوي عندي كوساين سي ناقص ساين سي تساوي صفر إذن رح أحول الساين إلى الطرف الآخر أحول الساين إلى الطرف الآخر رح يصير كوساين سي تساوي ساين سي رح أقسم الطرفين أما على ساين أو على كوساين أنا يعجبني هنا كلاهما صحيح رح أقسم الطرفين على كوساين سي فس هنا قبل شوية قلنا أقسم قلت تكون ما يصير هسه يصير شنو القاعدة اللي من خلالها أعرف القسمة جائزة أم غير جائزة قلنا أجي على مسودة اللي أريد أقسم عليه أساوي بالصفر أقول كوسين سي يساوي صفر يا زاوي الكوسين مالته صفر هي باي على 2 والثلاثة باي على 2 زين رح أجي أعوضها أعوض هنا أو أعوض هنا إذا طلع عندي طرف أيمن يساوي طرف أيسر تكون القسمة محرمة وإذا طلع عندي طرف أيمن لا يساوي الطرف الأيسر تكون القسمة جائزة من عوض هنا الباي على 2 هنا رح يسير صفر وهنا رح يسير واحد ومن عوض ثلاثة باي على اثنيا هنا رح يسير صفر وهنا يسير سالب واحد إذن معناها الطرف الأيمن لا يساوي الطرف الأيسر إذن القسمة هي جائزة السهناء علي يقول آني عرفتها السي هي باي على أربعة وين يكون الكوسين يساوي الساين إذن الباي على أربعة يا علي هنا هي زاوية إثنات وليست السي إذن شلون من رح أقسم على كوسين كوسين على كوسين واحد والسين على كوسين هو تان إذن رح يصير تان سي تساوي واحد يا زاوية التان مالة واحد هي الباي على أربعة خمسة واربعين درجة إذن إش رح أقولي هنا رح أقول زاوية الإثنات هي باي على أربعة هسه وين يكون التان موجب إذن من أجل أشوفه بالبداية يكون التان موجب الشرح اللي أخذناه بالبداية التذكير بالربع الأول والثالث وين يكون التان سالب بالربع الثاني والرابع هنا ما طول التان موجب إذن أما السي تساوي باي على أربعة هذا الربع أول اللي هي تنتمي إلى الفترة صفر 2 باي أو شنوه؟ أو السي تساوي باي زائد باي على أربعة اللي هي خمسة باي على أربعة أكيد ميتين وخمسة وعشرين درجة تنتمي إلى الفترة صفر 2 باي الواجب اللي رح يكون عليكم في هذا السؤال ماذا لو كان الأفوف أكس يساوي ساين أكس ناقص كوساين أكس والفترة نفسة هي صفر 2 باي إذن نفس خطوات الحل ولكن آخر شيء هنا رح يطلع لي سالب من أقسم رح يطلع لي التان سي تساوي سالب واحد وين يكون التان سالب بالربع الثاني والرابع زاوية الإصنات هي نفسة باي على أربعة لكن باي على أربعة ما رح تكون ضمن مجموعة الحل هسا في هذا السؤال باي على أربعة ضمن قيم سي لكن لو كان سالب واحد ما رح تكون ضمن قيم سي ليش؟ لأن ربع الثاني رح يكون باي ناقص باي على أربعة اللي هو ثلاثة باي على أربعة أو تو باي ناقص باي على أربعة اللي هو سبعة باي على أربعة وأكيد اثنيناتهم ينتمون إذن هذا كل ما موجود محاضرتنا لهذا اليوم إذن عدد الأسئلة الواجب أخذنا خمس أسئلة وسبع أسئلة عدكم واجب تحاولون تحلوها وواحد من ذن الأسئلة الواجب لحجيت عليها الدرس الجاي إن شاء الله رح نمتحن بها اليوم المحاضرة مثلثية بامتياز الدرس القادم إن شاء الله رح نأخذ الدوال النسبية والدوال الجدرية إن شاء الله شكرا الحسن أصغعكم وأصبحون على أخير ترجمة نانسي قنقر موسيقى